السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلا سعيد علينا وعليكم اه طبعا خد كاس العالم خدنا منكم اه والناس مالها في كاس العالم فطبعا اه الناس مفكرة ان الدنيا كلها بس كورة وبس ما عندش مشكلة طبعا الناس تتفرج وتستمتع وتتابع بس برضه انت بتتابع يا كاس العالم تشوف اللي بيجرى حواليك لان ابسط مثلا عندنا احنا كمصريين يعني مثلا احنا في بطولة واحدة مش عارف مصاعاتنا الايهوب البلد اتغفلنا البنزين زاد عادي جدا زاد جني ونص ولا زاد مش عارف خمسة وسبعين ميرش عادي يعني كبتحصل في موضوع الصلب في المصلحة ده اي احداث كتيرة كبتحصل في مصري كان على طول بنلاقي الخوازيق تاني يوم يعني في الباكر فما بالك بقى احنا عندنا كاس عالم اربعة وستين مارش بقى معلم واربعة وستين حدوتة ومنتخبط عربية وغير عربية والناس بقى اللي متعصبة واللي بتشجع ده واللي بتشجع ده فطبعا الناسة تبقى ملهية ما تخليش الحاجات دي يعني لو انت اصلا عندك وقت وعندك او ما انا صاحب تطلع تقطك في المانشات ماشي يا عم وماله بس ما تخليش الحاجات اللي اساسيها تعدل لان طبعا انت تنيمت كده النهاردة كان في حاجة مهمة حصلت في مصر السيسي طبعا كان زي ما قولنا بياصر رحمه بس هو ما كانش ظاهر في الصورة اه ممثلين عن السفارة الامريكية ومنظمات يهودية ومنظمات مصرية النهاردة كانوا بيفتتحوا اه مقابر ليشع ومنشا مقابر ليشع ومنشا دي ده كان مقابر قديمة قوي قوي يعني من زمان طبعا تم تجددها برعاية مصرية امريكية اه بمبلغ اتنين وربع مليون جنيه اتنين وربع مليون جنيه مصري والنهاردة تم افتتاحها بشكل اه مش عالني بقى تم افتتاحها النهاردة بس طبعا مش هتلاقي الاخبار دي عندك فين في الاكبار المصر مش هينفع يتكلموا طبعا الموضوع زي دوت يعني مش عايزين ايه يصيروا الفتنة وبتاعة فاندقش هتلاقي الكلام ده هناك عندهم في الاعلام بتاعهم عشان طبعا ما يجرحوش مشاعر السيسي ولا حد يقول لك اسطوة بيعمل اليهود وبيعمل العرايب واخواله وبياصر رحمه الكلام ده فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بس قلنا ايه نقول لكم برضو وسط الزحمة بتاعة الكورة بنبارك طبعا المنتحب السعودية الفوز الرائع النهاردة والاداء المشرف آآ برضو نتمنى نتمنى طبعا ان كانتون ستيكسها بالنهاردة آآ عملت برضو ماتش كويس مع الدنمارك ويعني الناس اللي عايزة تفرج تفرجوا طبعا يا جماعة بس متخلوش القضايا المهمة القضايا الحقيقية آآ تغيب عن بلكم بس احنا اقول لكم المعلومة دي كده في النص عشان ما اتتفش بين الرجلين سلام ونشوفكم فيديو جديد